ما الجديد لديك بخصوص تحركات الإسرائيلية في لبنان نعم مروج يعني أولا اليوم وما يجري منذ ساعات الفجر حتى في شمالي إسرائيل هو امتداد للأمس يعني التصعيد من قبل حزب الله نرى عودة القوة الضربات لحزب الله لكل منطقة شمالي إسرائيل وصولا حتى إلى بيت نتنياهو نحن نرى بالفعل ما تحدث عنه حزب الله من الانتقال إلى مرحلة جديدة لا شك أن هناك تصعيد وهذا يشي بمرحلة جديدة فعليا ربما بالأمس كانت إلى حد ما رمزية باستهداف منزل نتنياهو لكن لا شك كمية الاستهدافات قوة الاستهدافات المدى الأهداف هناك تغيير في استراتيجية حزب الله في الاستهدافات في مناطق شمالي إسرائيل استهداف منطقة عكا بسبعين صاروخ على رشقة واحدة هذه استهدافات ضخمة جدا وإطلاق سبعين صاروخ نية بضرب أهداف على الأرض عادة عندما يطلق بضعة صواريخ فالمعروف أن القبة الحديدية على الأغلب ستعترض أغلب هذه الصواريخ لكن عند إطلاق سبعين صاروخ يكون من شبه المستحيل اعتراض مثل هذه الكمية وهذا ما حدث بالفعل لكن على العموم الجيش الإسرائيلي يقول بأنه اعترض الرشقة الأخيرة باتجاه مدينة صفد ومحيطها بعض الصواريخ كما يقول الجيش سقطت في مناطق مفتوحة وأدت إلى اشتعال حرائق والآن هناك محاولات للسيطرة على هذه الحرائق عموما مشهد الحرائق في شمال إسرائيل بات مشهدا يوميا مستمرا وفرق الإطفاء الإسرائيلية معززة من مناطق أخرى في إسرائيل تحاول السيطرة لكن على العموم الانتقال إلى المرحلة الثانية أيضا يترافق مع الكثير من التصعيد السياسي والدبلوماسي غير العسكري حتى يعني اليوم من المفترض أن يكون هناك اجتماع للكابينيت الإسرائيلي مساء اليوم في مقر وزارة الدفاع في إسرائيل وعلى جدول أعمال هذا الاجتماع العديد من القضايا المهمة أولا قضية الضربة لإيران هذه الضربة التي وفقا للتسريبات من البنتاج وكان الجيش الإسرائيلي يتدرب عليها بكل حذافيرها أي أن الضربة الخطة كله موضوع وكله يعني يتم التدريب عليه بحذافيره إذن تم الاتفاق على كل شيء وبالتالي الضربة متوقعة في أي وقت من المفترض اليوم أن يقر الكابينيت هذه الضربة ويعطي الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الضربة هذا يعني أنها ستصبح مسألة وقت فقط بعد الموافقة عليها طبعا الضربة الإيرانية الآن أو الضربة الإسرائيلية لإيران محل الكثير من التساؤلات بعد استهداف منزل نتنياهو بالأمس والتساؤلات الأولى التي طرحت هي كيف سيؤثر هذا الاستهداف على الضربة لإيران خاصة وأن مكتب نتنياهو اتهم إيران مباشرة بمحاولة اغتياله وبالتالي التوقعات أن يكون لهذا الاستهداف لمنزل نتنياهو أو محاولة اغتيال نتنياهو من وجهة نظره تأثير على هذه الضربة أيضا هناك قضية الحرب في لبنان وكيفية الاستمرار بها وما هي الخطوات القادمة هذا أيضا سيكون على طاولة الكابينيت الإسرائيلي إضافة إلى غزة وصفقة التبادل ما بعد السنوار لكن ما يهمنا هنا كما قلنا هو التصعيد العسكري وإمكانية هذه الضربة وكل هذا يترافق مع الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي للمنطقة يوم الثلاثاء ولمصر يوم الأربعاء على الأغلب هذه الزيارة تأتي ضمن جهود دبلوماسية أمريكية على الأقل لاحتواء الأمور إن لم يكن الذهاب إلى حل لكن عدم تدهور الأمور إلى حرب شاملة خاصة مع الضربة الإسرائيلية وإمكانيات التغيير فيها شكرا جزيلا نضال كنعني محرش شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربي اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الركيز الأساسي للشعب اللبناني وقادته ومسؤولي هي إيران وقائدها وشعبها وأضاف قليباف في تصريحات له أن ما أسماها بالهزائم الاستراتيجية لإسرائيل في الميدان جعلت وضعها صعبا للغاية بحسب تعبيره وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجي ميقاتي انتقد مواقفها قليباف حول استعداد إيران للتفاوض حول تدبيق لبنان للقرار الدولي 1701 معتبرا إياها محاولة لفرض وصاية مرفوضة ندد حزب وليكود بعدم إصدار المعارضة الإسرائيلية بيان استنكار حيال ما اعتبره محاولة لاغتيال زعيمه ورئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وفي رسالة له قال ليكود أن أكثر من 24 ساعة مرت ولم يصدر زعيم المعارضة يألا بيد ولا زعيم حزب موسكر الدولة بني جانس بيان تنديد واتهمهما باللجوء إلى المناكفة السياسية وقت الجد كان لبيت قال إن الهجوم الذي استهدف قيادة البلاد خطير جدا وقد ذكرت سائل أعلام إسرائيلية أن 20 طائرة شحن أمريكية من طراز C-17 الضخمة هبطت الأسبوع الماضي في مطار بنغاريون في العاصمة الأبيب كما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنه من المحتمل اقتراب منظومة الدفاع الجوية الأمريكية ثاد من بلوه مراحل التفعيل النهائي في إسرائيل بعد أن وعدت واشنطن بتزويد تل أبيبها في أعقاب التصعيد بين حليفتها وإيران قال البنتغن أن وزير دفاع الأمريكي لعيد أستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي أوف جالانت لمراجعة تعديلات وضع القوات الأمريكية بما في ذلك نشر نظام مضاد للصواريخ لتعزيز دفاعات إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية أضاف البنتغن أن أستن أبلغ جالانت بارتياحه لسلامة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بعد هجوم بمسيرة استهدفت منزله في منطقة قيساريا فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في تسريب وثائق استغباراتية سرية تتضمن تقييما لشكل الهجوم الإسرائيلي على إيران الوثائق تدور حول الأنشطة العسكرية التي أجرها الجيش الإسرائيلي في قواعد سلاح الجوي مؤخرا ونشرها موقع على منصة تليجرام يبث أخبارا تخدم أدعايا الإيرانية هناك سؤال واحد يطرح اليوم في أروقة مؤسسات الدفاع والاستخبارات الأمريكية من سرب الوثائق؟ تقريران صادران عن البنتغن كان يفترض أن يكون سريين حيال الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران لكن موقعا على منصة تليجرام واكس يحمل اسم ميدل إيست سبكتيتور ينشر أخبارا تخدم الدعاية الإيرانية جعلهما متاحين أمام كل من يرغب أن يعرف الوثيقتان تتحدثان عن التدابير التي تم تنفيذها مؤخرا في عدد من قواعد سلاح الجو الإسرائيلي بما في ذلك نقل ذخائر وتنفيذ تدريبات بطائرات جمع المعلومات والمقاتلات والمسيرات بغرض الهجوم المحتمل ضد إيران المسؤولون الأمريكيون وفق CNN منهمكون الآن في معرفة إذا ما كان التسريب حصل عن قصد أم عبر اختراق إيراني وهذا يعني أنهم أثبتوا دون أن يقصدوا صحة فحو الوثائق المزعومة أي أن يكن إلى أن يتمكن الأمريكيون من كشف المسرب أو طريقة التسريب فمت أسئلة ملحة لا تحتمل الانتظار كثيرا بادئها كيف سيؤثر التسريب على توقيت الرد الإسرائيلي وكيفيته فهل ستعدل تل أبيب عقارب ساعة الهجوم الذي كان بايدن على علم به سواء أكان ذلك تقديما أم تأخيرا وماذا عن الشكل هل ستحتفظ بقائمة الأهداف ذاتها وستضربها بالطريقة ذاتها أم أنها تعيد هندستها بحيث تتماهى مع الانتقام الفتاكي والمفاجئ الذي كان جالنت تعهد به ثم ماذا عن متانة الثقة بين واشنطن وتل أبيب هل تحمل مزيدا من التصدع الذي فقمته الحرب وكيف سيتلقف نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون هذا التسريب وكيف سيؤثر على طبيعة تبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين على أي حال قد تبدو طبيعة المعلومات المسربة ليست عميقة على غرار كشف الأهداف التي كانت إسرائيل بصدد توجيه ضربات لها لكن إذا كان هذا ما كشف فما يدريك أن يكون ثمة ما علم ولم يكشف شتد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي على أن أي هجوم إسرائيلي على أهداف إيرانية أو منشآتها النووية سيكون تجاوزا للخطوط الحمراء مؤكدا أن بلاده لن تترك الأمر من دون رد على حد تعبيره وكشف عن تحديد الأهداف التي ستضرب في إسرائيل في حال تعرضت الإيران لأي هجوم كما أضاف عراقتي أنه في حال اندلعت حرب شاملة بالمنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زيارة إلى سوريا من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق كما سيجري الصفدي مباحثات مع نظيره السوري بسام الصباغ كشفت مصادر أمريكية عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيزور إسرائيل يوم ثلاثاء المقبل في إطار جولة جديدة بالشرق الأوسط من المتوقع أن تركز جولة بلينكين على سبو الاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة والأوضاع في لبنان والرد الإسرائيلي على إيران وكانت واشنطن اعتبرت مقتلى يحيى السنوار فرصة لوقف إطلاق النار في غزة واشنطن تبعث برسالة تحذير لإسرائيل عبر وزير خارجياتها أنتوني بلينكين الذي يزور تل أبيب ثلاثاء المقبل ضمن جولة له في منطقة الشرق الأوسط حيث يتوقع أن يكون ملف استناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس واليوم التالي في غزة من بين القضايا التي ستكون على رأس أولوياتها وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوستا الأمريكية حذرت إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنها قد توقف شحنة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تمدها بها في حال وصلت حكومة نتنياهو منع تدفق المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وضماناً لذلك حددت إدارة بايدن مهلة ثلاثين يوم لإسرائيل للسماح بدخول نحو ثلاثمائة وخمسين شحنة مساعدات يومياً إلى غزة بالإضافة إلى وضع فترات متباينة لوقف إنساني لإطلاق النار ورفع أوامر الإخلاء ووقف الحصار المطبقي على شمال غزة وكان بايدن قد أكد في أعقاب مقتل السنوار على يد القوات الإسرائيلية أن خروجه من المشهد يعد فرصة لوقف إطلاق النار فيما أكدت نائب الرئيس الأمريكي كامال هاريس وجوب انطلاق تسوية سياسية فعلية للحرب أعتقد أن ما هو مهم للغاية في هذه اللحظة هو الاعتراف بمأساة ما يحدث في غزة من حيث العدد غير العادي من الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا ويجب أخذ ذلك على محمل الجد اليوم مع مقتل السنوار هذا يتيح فرصة أعتقد أننا يجب أن نستغلها بالكامل لإنهاء هذه الحرب في الشرق الأوسط وإعادة الرهائن إلى ديارهم كما تتضمن الزيارة بلينكين لإسرائيل والمنطقة تعزيز سوب لوقف إطلاق النار في لبنان ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية ووفقا لنفس الصحيفة فقد تم حسم أمر الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية الإيرانية حيث أبلغ نتنياهو بايدن أن إسرائيل ستردها لإيران بما يتماشى مع نداءات الأمريكية أيانة الأبيب ستستهدف المواقع العسكرية الإيرانية وستستثني منشآت الطاقة النووية كنهج قد يكون لتفادي إمكانية زيادة التصعيد في المنطقة